خبز الشفان من الخبز او من العيش المشبع هنقول على الطرقة بتاعته جميلة جدا وسهلة وكمان احنا عملنا مع بعض قبل كده هبقى سيب لكم اللينك تحت الفيديو على طول بالشفان الحب واحنا اللي طحناه في البيت تمام ولكن انا معايا المرة دي شفان مطحون جاهز شايفين العيش وشايفين ازاي طري وازاي كمان كله مفتح كده زي ما حردكم شايفين كله قابب مفيش حاجة لزق خالص وشايفين من جوه عمل ازاي والتسوية وده كله على البتجاز بنا علشان نشوف طريقة العيش الشفان او خبز الشفان بطريقة كتير سهلة ومكونات كمان مفيش هو الشفان فقط الغير والخامرة بنا بقى علشان نقول مقادير بتاعتنا اول حاجة انا معايا نصف كيلو من دقيق الشفان المطحون الناعم او تطحنيه في البيت تطحنيه في الكبة وانا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي احنا اطحناه مع بعض واللي عملناه مع بعض قبل كده هسيبه لكم تحت الفيديو على طول ومعايا معلاقية صغيرة من الخاميرة تمام هقولك لو مش عايزة تستخدمي خاميرة هتعمل ايه المهم انا استخدمت 3 كبات من الميا اللي هي كبات الميا دي كبات العصير 3 كبات من الميا الدفية بس كنت بنزل بالتدريج نصف كبات بنصف كبات ولكن نصف كيلو معايا ديق الشفان المطحون بياخد 3 كبات من الدقيق تمام وانا بقطع معاكم كده زي وحداتكم شايفين بحطها قمشة نضيفة وبحط عليه العيش اللي انا بعمله او العجينة والدقيق اللي تحت ده العجينة ديق شفان برضو تمام كده وبسيبه كمان يريح آآ ساعة سبته يخمر حوالي ساعة وبعد كده لما فردته سبته كمان خمر كمان ساعة تمام او يستريح معنا عشان يقب كله لو مش عايزة تستخدمي خميرة هتعمل ايه هتحطي ميا مغلية على النار وهتحط فيه نصف كيلو ديق شفان تلات كبات من الميا تغلي وتحطي عليها الدي وتفضل تقلب فيها حوالي خمس دقايق وتسيبيها تريحيها ساعتين تلاتة وبعد كده تعمليه زي ما بنعمله دلوقتي كده بالزبط وتسيبيه ساعتين كمان يريح بعد ما فردته تمام بصوا انا معايا جريل كده معايا طوصة تفال على النار ومشغلة على النار على اعلى حاجة تمام كده بصوا انا مش منتجة الحتة دي خالص معاكم سيبقاها تستوي معاكم كده ولا صرعت ولا عملت اي حاجة خالص زي محاراتكم شايفين كده مااخدش بالزبط تلات دقايق علي من تلات دقايق يعني دقيقة بصوا اول حاجة بحطه على الطوصة او الطوصة تفال او اي حاجة معاك يتستكرر بالتفال كده اول ما يتشمع مفيش ثانيتين تلاتة اول ما يتشمع بروح قلبيه على الناحية التانية تمام زي محاراتكم شايفين اهو شمع بقلبه على الناحية التانية وهكذا وبقلبه كمان علشان ياخد معايا السي والصح ويقب معايا من ناحيتين ويبقى مستوي ما يكونش عاجينة ويبقى اه مفرغ زي محاراتكم شايفين كده بالزبط مفيش ولا تغيف فيه كان مبلط خلص كلهم كانوا مفرغين بحطه اقل من دقيقة يشمع بعد كده بقلبه الناحية التانية وهكذا بفضل اقلب فيه كده علشان يقب معايا ويستوي معايا زي محاراتكم شايفين هنقول النص كيلو عمل معايا كامل غيف بالشكل اللي حاراتكم شايفينه ده عمل معايا عشر طرف تمام اتمنى بقى يكون الفيديو من الاعجاب حضراتكم ما تنسونيش بلايك وشير لان الحقيقة دعمكم بيفرق معايا جدا